بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع الجزء الخامس من شابتر 2 بيلتون ترباين في الجزء ده إن شاء الله هنتكلم على الفيلوستي تيريانجيل أو مسلث السرعات كلمة مسلث السرعات ببساطة لو إحنا قلنا ما هو المسلث المسلث بيتكون من ثلاث أضلاع ولكي يكون مسلث سرعات فالثلاث أضلاع دول بيكونوا قيم لسرعات مختلفة فمثلا لو إحنا فرضنا إن فيه سيارة بتمشي بسرعة 50 كم في الساعة على سبيل المثال فدي سرعة السيارة الأولى 50 كم في الساعة لو إحنا رسمنا سهم زي اللي موجود قدامنا ده هذا السهم طوله يمثل هذه القيمة يمثل 50 كم في الساعة فرضا لو هنرسمه بسكيل فرضا رسمنا هذا طول السهم ده 5 سنتي يبقى كأن كل 1 سنتي على الرسم ده يمثل 10 كم بير أور بالنسبة للسرعة وكانت هذه السيارة بتتحرك في الاتجاه الموضح اللي بيشير ليه هذا السهم ثم جات سيارة تانية بتتحرك في نفس الاتجاه ولكن بسرعة أقل ولتكل 20 كم في الساعة يبقى سرعة الثيارة الثانية 20 كم في الساعة أيضا هنرسم السهم طوله يمثل العشرين يعني بالمقياس اللي احنا اتفقنا عليه هنقول مثلا 2 سنتي يبقى في هذه ويشير السهم أيضا إلى اتجاه الحركة بتاع السيارة الثانية اللي هو واضح قدامنا في نفس اتجاه حركة السيارة الأولى طيب لو انت راكب مثلا في السيارة الثانية اللي هي بتتحرك بسرعة 20 كم في الساعة يترى هتشوف السيارة الأولى ماشية بسرعة قد إيه هنشوفها ماشية بسرعة اللي هي الفرق بين السرعتين ولتكن السرعة اللي هي 30 كم في الساعة اللي هي الفرق اللي احنا رسمناه ده يعتبر مثلس سرعات رغم انه الاضلاع بتاعته لا تظهر في شكل مسلس وذلك بسبب ان الجسمين اللي عندنا بيتحركوا في نفس الاتجاه فجوم الضلعين متطبقين على بعض لكنه مكون من ثلاث سرعات السرعة الأولى اللي هي سرعة الجسم الأول ودي تمثل السرعة المطلقة لهذا الجسم والسرعة الثانية هي سرعة الجسم الثاني وهي تمثل السرعة المطلقة لهذا الجسم يعني ايه السرعة المطلقة يعني السرعة المنسوبة للمكان ساكن يعني لسطح الأرض مثلا أو لشجرة فهي سرعة سبتة يعني سرعة منسوبة لجسم ساكن سرعته صفر اما السرعة اللي هي الفرق بين السرعتين اللي هو 30 كم ده يمثل الرلاتف فلوستي او السرعة النسبية يعني السرعة الجسم الثاني بالنسبة للجسم الأول أو سرعة الجسم الأول بالنسبة للجسم الثاني السرعة النسبية بين الجسمين طيب تعالوا نشوف المثلث بشكل آخر هنفرض أيضا أن فيه جسم متحرك بسرعة V1 في اتجاه معين وجسم متحرك بسرعة V2 في اتجاه آخر يبقى فيه هنا فرق اختلاف في اتجاه الحركة لو احنا رسمنا المثلث ده بسكيل زي ما اتفقنا في هذه الحالة السرعة الريلاتف بين الجسمين يمكن تمثيلها بالضلع الثالث لهذا المثلث يبقى الفي ريلاتف في هذه الحالة هيكون اتجاهها واخد هذا الاتجاه اللي هو هيقفل المثلث وقيمتها هو طول الخط اللي ترسمت به مضروب فيه مقياس الرسم اللي تم استخدامه يبقى في هذه الحالة نقدر نقول ان مسلث السرعات يتكون من تلاث سرعات رئيسية السرعة الاولى اللي هي الأبسوليوت فيلوستي اوف ده فيرست أوبجيكت السرعة الثانية الأبسوليوت فيلوستي اوف ده ساكند أوبجيكت والريلاتف فيلوستي او السرعة النسبية بين الجسمين دول طب ده هيفتنا في ايه فى معرفة او فى دراستنا مع بيلتون طيربين هنجد ان احنا في حركة بيلتون عبارة عن عجلة زي ما اتفقنا عليها مجموعة من البوكيتز وهذه العجلة تتحرك بسبب جيت المياه اللي بينطلق عليها هنجد عندنا هنا في وجود للثلاث سرعات دول السرعة الاولى هي سرعة الجيت اللي خارج من المياه والسرعة الثانية هي سرعة البوكيت نفسه لانه بيتحرك ويوجد ايضا relative velocity بين السرعتين وده هنقدر نستخدمه بعد ذلك في حساب الباور اللي يتم انتاجها من بيلتون ترباين وان شاء الله هنتناول velocity daygram على بيلتون بوكيت في المحاضرة القادمة بمشيئة الله